بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطط أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة النائدة لابن كثير فلما أمره موسى عليه السلام بالدخول عليه وقتابه قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إلا ها هنا قاعدون رواه ابن أبي حاكم ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أيد عن يزيد ابن الهادي حدثني يحيى ابن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عسن فضرع فيها بشيء لا أدري كم ضرع ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسا وخمسين ثم قال هكذا طول العماليق وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا يدعي بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجدارين وألموهم عوج بن عمق بنت آدم عليه السلام وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وتنافة وتنافون ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب وهذا شيء يستحى من ذكره ثم هو مخالف من ثبثة الصحيحين فإن رسول الله سلم الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وتولد ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنيه وأنه اتنع من ركوب سفيلة نوح وأن الطوفان لم يصل إلى رقبته وهذا كذب وافتراء فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنيه هذا لا يسوه في عقل ولا شر ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكل بني إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حردهم رجلان لله عليهما نعمة عظيم وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموجع من الناس ويقال إنهما يوشع ابن نين وكالب ابن نوخنع قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع ابن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسيله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون وهذا يكون منهم عن الجهاد مخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا عن الانصراط والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهم السلام قدام ملئ من بني إسرائيل إعظاما لما هم به وشق يوشى أبنيون وكالب ابن إغرافن فيابهما ولا ما قومهما على ذلك فيقال إنهم رجموا هما وجرى أمر عظيم وخطر جليل وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان فلما فاتقت ناس العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة والبيض واليلد فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن ثم تكلم من تكلم من الصحابة إلى المهاجرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها المسلمون وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأوصار لأنهم كانوا جنهور الناس يومئذ فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله فيالنبي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك ما تخلت منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لسبر في الحرب سبق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك وقال أبو بكر ابن مردوي حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو حاكم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنسار حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر الاستشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشاره فقالت الأنسار يا معشر الأنسار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا نقول له كما قالت بن عسائل من موسى إذا بأنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو دربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارف عن حميد به ورواه بن حبال عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حمد عن معمر بن سليمان عن حميد به وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفة حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيد عن الحكر بن أيوب عن عبد الله بن ناسخ عن عبدة بن عبيد السلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تقاتلون قالوا نعم ولا نقول كما قالت بني إسرائيل لبوسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون وكان ممن أجاب يومئذ من مقداد بن عمر الكندي رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثني سفيان عن مقارق بن عبد الله الأحرسي عن طارق هو ابن شهاد أن الإقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل ونوسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون وهكذا رواه أحمد من هذا الوجه وقد رواه من طريق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاد قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي لما عدل به أتى رسول الله سلم الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بني إسرائيل من موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك واندين يديك من خلفك فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسره ذلك وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به ونفزه في كتاب التفسير عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله لا نقول لك كما قالت ذنو إسرائيل من موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اند ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحين بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت فقال لهم الوقداد ابن الأسود أنا والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فلما سمعها أصحاب رسول الله سل الله عليه وسلم فتابعوا على ذلك وهذا إن كان محفوظا يوم الحديدية فيحتمل أنه فرر هذه المقال يومئذ كما قاله يوم بدر وقوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال وقال العوف عن عن ابن عباس يعني اقض بيني وبينهم وكذا قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وكذا قال الضحاف اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم كما قال الشاعر يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين وقيله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة التي هون في الأرض الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون من خروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظلينهم بالغمان وإنزال من والسلوى عليهم ومن إخراج الماء جار من صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر ثلاثة عشرة تجري لكل شعب عين وغير ذلك من المعجزات التي أجد الله بها موسى ابن عمران وذلك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان قال يزيد ابن هارون عن أصدر ابن زيد عن القاسر ابن أبي أيوب عن سعيد ابن جدير سألت ابن عباس عن قيله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض الآية قال فتاه في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمان في التي وأنزل عليهم النن والصنية وهذا قطعة من حديث الفتوم ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة ثلاث سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام وأقام الله فيه يوشع ابن عليه السلام نبيا خليفة عن موسى ابن عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال إنه لم يفق له أحد سوى يوشع وكالب ومن ههلا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام وقوله أربعين سنة منصوب بقولية هولة الأرض فلما انقذت الهدة خرج به يوشع ابن نين عليه السلام أعد من بقي منهم وبسائل بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصق فلما تديفت الشمس من وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمر الله يوسع ابن مين أن يأهر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حطة عما ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يسحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة وقال ابن أبي حاكم حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمراء العبد حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض قال فتاه أربعين سنة قال فهلك موسى وهارين في التيف وكل من جاوز الأربعين سنة فلما مدت الأربعون سنة نعهده موسى ابن مين وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي استتحها وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا فنودى الشمس إني مأمور وإنك مأمور فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط فقربوه إلى النار فلم تأته فقال فيكم الغلول فبعا رؤوس الأصباط وهم إثنى عشر رجلا فبايعهم والتسقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه فأخرج رقس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلت وهذا السياق له شاهد في الصحيح وقد اختار ابن جمير أن قوله فإنها محرمة عليهم وهو العامل في أربعين سنة وأنهم كثوا لا يدخلونها أربعين سنة وهو كائهون في الدرية لا يهتدون من مقصد قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس ثم احتج على ذلك من قال بإجماء علماء أخبار الأولين أن عوج ابن عنق قتله موسى عليه السلام قال فلو كان قتله إياه قبل التي لما رهبت دني إسرائيل من العماليق فدل على أنه كان بعد التي قال وأجمع على أن بالعام ابن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على موسى قال وما ذات إلا بعد التيه لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جبي عن ابن عباس قال كانت عصى موسى عشرة أذرع ووثدته عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع فوثب فأصاب كعب عوج فقتله فكان جسرا لأهل المين سنة وهي أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف وهو البكان قال كان سرير عوج ثمانمائة دراع وكان طين موسى عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ووثب في السماء عشرة أذرع فضرب أوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه وقوله تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين تسلية لنوسى عليه السلام عنهم أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفته لله ولرسوله ونقولهم عن طاعته وفيما أمراهم به من الجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان وهو يعيدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا معنا شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والمكان والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدر ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالمثبت إلى ديار نصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم فظهرت قبائح صنوعهم من خاص والعام يفتدح فضيحة لا يوطيها الليل ولا يسترها الذيل هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون وهم البغضاء لله وأعداءه ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباءه فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقريد وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود ويقضي لهم فيها بتأييد الخريد وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود وقل عليه النبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحد منا ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي يدك لتقتل ميما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض نوريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعدست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النابين يقول تعالى مبينا وخين عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لسلبه في قول الزمور وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع آثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين فقال تعالى وفض عليه النبأ ابني آدم بالحق أيقصص على هؤلاء البغاه الحسد إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقوله بالحق أي على الجنية والأمر الذي لا نبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان فقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق وكان من خبره ما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأمثى فكان يزوج أمثى هذا البطن لذكر بطن آخر وكانت أخت هابيل دميلة وأخت قابيل وبيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه ذكر أقوال المفسرين هاهنا قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى يولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال يا أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما أتى مكة ينظر إليها قال الله عز وجل هل تعلم أنني بيتا في الأرض قال اللهم لا قال إنني بيتا في مكة فأتهي فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت وقال للأرض فأبت وقال للجبال فأبت فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتزد أهلك كما يسرق فلما انطلق آدم قربا قربانا وكان قابيل يفهر عليه فقال أنا أحق بها منك هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي فلما قربا قربا قرب هابيل جذع سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربانا هابيل وتركت قربانا قابيل فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين رواه بن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خيسن قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال مهي أن تنكح المرأة أخاها كوأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دنينة فقال أخو الدنينة أنكحني أختك وأنكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزر فقتله إسناد جيد وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرا أبيض وصاحب الحرف بصبرة من طعامه فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام إسناد جيد وقال ابن جبير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبن نغيرة عن عبد الله بن عمر قال إن ابني آدم الذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرف والآخر صاحب غنم وإنهما أمر أن يقربا قربانا وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه وإن صاحب الحرف قرب أشر حرفه الكوزا والزوان غير طيبة بها نفسه وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرف وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه قال ويم الله إن كان المقتون لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يقصط يده إلى أخيه وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص بلغني أن ابني آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مام أحب إليه منه فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام رواه ابن جرير من فضلك تابع بقية المائدة نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الأنصار حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن علي ابن الحسين قال قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان فقربا قربانا حتى تقرعيني إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب أقولة غنم خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعدا الجبل فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دلى منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا وعلن آدم أن قابيل مسقوط عليه فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قربانه فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريف منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه فقال آدم يا قابيل أين أخوك قال وبعستني له راعيا لا أبري فقال آدم ويلة يا قابيل انطلق فاطلب أخاك فقال قابيل في نفسه الليلة أقتلق وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلق فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من المتقين فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها فقال ويلة يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك بعملك فقتله فطرحه في حوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب وروا محمد ابو إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضي وأبى ذلك قابيل وكره تكرما عن أخت هابيل ورضب بأخته عن هابيل وقال نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول كانت أخت قابيل من أحسن الناس فظل بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان فقال له أبوه يا بني إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبي قال له أبوه يا بني قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها وكان قابيل على بذر الأرض وكان هابيل على رعاية ناشية فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه وبعضهم يقول قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله رواه بن جليل وروا العوف عن ابن عباس قال من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما كان القربان يقربه الرجل فبين ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فربيه الله أرسل إليه نارا فتأكله وإن لم يكن رضيه الله هبت النار فقربا قربانا وكان أحدهما رائيا وكان الآخر حرافا وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاه وتركت الزرع وإن ابن آدم قال لي أخي أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك أرد علي فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير منه فقال لأقتلنك فقال له أخوهما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين رواه ابن جمير فهذا الأثر يقتضي أن تقريبا القربان كان لا عن سبب ولا عن تدار في امرأة كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه ثم المشهور عند الظنهور أن الذي قرب الشات هو هابين وأن الذي قرب الطعام هو قابين وأنه تقبل من هابين شاتف حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبس الذي فزي به الذبيح وهو مناسب والله أعلم ولم يتقبل من قابين كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلق وهو المشهور عن مجاهد أيضا ولكن روى ابن جرير عن أنه قال الذي قرب الزرع قابين وهو المتقبل منه وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا والله أعلم ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم ابن العلاء ابن زيد حدثنا إسماعيل ابن عياش حدثني صفوان ابن عمر عن تمين يعني ابن مالك المقر قال سمعت أبا الدرداء يقول لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وحدثني أبي حدثنا عبد الله ابن عمران حدثنا إسحاق ابن سليمان يعني الرازي عن المغيرة ابن مسلم عن نيمون ابن أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائد فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق ابن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ ابن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستطر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة وقوله لئن بصدت إلي يذك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه لئن بصدت إلي يذك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب قال عبد الله بن عمر وين الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرز يعني الورع ولهذا ثبتت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بان المقتول قال إنه كان حيصا على قتل صاحبه وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سع عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بشر بن سعيد أن فعدى ابن أبي وقاف قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أفرأيت إن دخل على بيتي فبسط ياده إلي لي يقتلني فقال كن كابن آدم وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال هذا حديث حسن وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرث وأبي ذكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي نوسى وخرشة ورواه بعضهم عن الليث بن سع وزادت الإثنادي رجلا قال الحافظ بن عساكر الرجل هو حسين الأشجع قلت وقد رواه أبو داود من طريقه فقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا الفض عن عياش ابن عباس عن بكير عن بشر ابن سعيد عن حسين ابن عبد الرحمن الأشجع أنه سمع سعد بن أبي وقاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني قام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنك ابن آدم وتلا لئن بسطت إلي يدك لتقتل ذي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل إني أخاف الله رب العالمين قال أيوب السختيان إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثنان بن عثان رضي الله عنه رواه بن أبي حاكم وقال الإمام أحمد حدثنا حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردثني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع قال 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 الله ورسوله أعلم قال تعثث قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم قال صبر قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع قال الله ورسوله أعلم قال أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك قال فإن لم أنزل قال فأتي من أنت منهم فكن منهم قال فأخذ سلاحي قال فإذا فإذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمه ورواه مسلم وأهل السنن سوى النساء من طوق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن نشعة بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه قال أبو داود ولم يذكر المشعة في هذا الحديث غير حماد بن زيد وقال بن مردويت حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة خذيفة فسمعت رجلا يقول سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلأل جنة فلئن دخل علي فلان لأقولن هاب بإسمي وإسمك فأكون تخير ابن آدم وقوله إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتابه والسد في قوله إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك أي بإسم قتلي وإسمك الذي عليك قبل ذلك قاله ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإسمك في قتلك إياي وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عن خلافه يعني ما رواه سفيان الثور عن منصور عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإسمي قال بقتلك إياي وإسمك قال بما كان منك قبل ذلك وكذا رواه عيسى ابن أبي نجيع عن مجاهد بنقله وروا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا قل وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له ما ترك القاتل على المقتول من ذنب وقد روى الحافظ أبو بكر من بزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به فقال حدثنا عمر بن علي حدثنا عامر بن إبراهيم أصدهاني حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عثبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه وهذا بهذا لا يصح ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلا ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيقفظ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفذت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا ودعت على القاتل وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها والقطب من أعظمها وأشدها والله أعلم وأما ابن جمير فقال والصواب من القيم في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرك بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثني وأما معنى وإثنك فهو إثنه يعني قتله وذلك تماصية الله عز وجل في أعمال سواب وإنما قلنا ذلك هو الصواب بإجناع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حطمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل وإنما يؤخذ القاتل بإسمه بالقتل المحرم وسائل آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه القتيل هذا نفضه ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إسم قتله وإسم نفسه مع أن قتله له محرم وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه قل وهذا الكلام متدمن موعظة له لو اتعظى وزجرا له لو انزجر ولهذا قال إني أريد أن تبوء بإسم وإسمك أي فتحمل إسم وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وقال ابن عباس خوته بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر من باكر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده وقال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة ابن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم فرفع سخرة فشدخ بها رأسه فمات فترته بالعراء رواه ابن جريب وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعبا كما تقتل السباع وقال ابن جريب لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه قال أخذ برأسه ليقتله فاتجعله وجعل يعمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله فجاءه إبليس فقال أتريد أن تقتله قال نعم قال فخذ هذه الصخرة فاترحها على رأسه قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابين فقالت له ويحة وأي شيء يكون القتل قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك قالت ذلك الموت قال فهو الموت فجعل التصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك فلم تكلم فرجع إليها مرتين فلم تكلم فقال عليك السيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء رواه ابن أبي حاكم وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن نسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القفل وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به وقال ابن جريب حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج قال قال ابن ذريج قال مجاهد علقت إحدى رجلين قاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ رجهه في الشمس حيثما دار الدار عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء حظيرة من فلج قال وقال عبد الله بن عمر إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر وذلك أنه أول من سن القتل وقال إبراهيم النفعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه رواه ابن جرير أيضا وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام ترته بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه فلما رآه قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه فقال الذي قتل أخاه يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي وقال الضحاك عن ابن عباس متى فيحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه وقال ليس ابن أبي سليم عن مجاهد كان يحمله على عاتقه مئة سنة ميتا لا يدري ما يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفل الغراب فقال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادنين رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال عطية العوفي لما قتله نبن فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرني به فتأكله رواه ابن جرير وروا محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول لما قتله سقط سقط في يده أي ولم يدري كيف يواريه وذلك أنه كان فيما يزعهون أول قتيل في جمي آدم وأول مي فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادنين قال وزعم أهل الطيرات أن قابيل لما قتل أخاه هابين قال له الله عز وجل يا قابين أين أخوك هابين قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا فقال الله إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض الآن أنت مبعون من الأرض التي فتحت ساها فتلقت دم أخيك من يدك فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حفها حتى تكون فزعا تائها في الأرض وقوله فأصبح من النادنين قال الحسن البصري علاه الله بنبامة بعد خسران فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لسلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نتق به الحديث في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القرآن وهذا ظاهر جليل ولكن قال ابن جليل حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل ابن يوسف عن عمر عن الحسن هو البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يكون ابن آدم بسلبه وإنما كان القربان من بني إسرائيل وكان آدم أول من مات وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم وكذا أرسل هذا الحديث ذكير ابن عبد الله المزني روى ذلك كله ابن جرير وقال سالم ابن أبن جان لما قتل ابن آدم أخاه متف آدم مئة سنة حزينا لا يضحى ثم أتي ثقيل له حياك الله وبياك أي أضحكك رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميث حدثنا سلمة عن غياث ابن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال 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 علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال تغيرت البلاد ومن عليها فلون الأرض مغبر القبيح تغير كل ذي لون وطعم وقلب شاشة الوجه المليحي فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام أبا هابيل قد قتل جميعا وطار الحي بالميت الزبيح وجاء بشره قد كان منه على خوف فجاء بها يصيح والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيرا به وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البذي وقطيعة الرحم وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير نواصل قراءة تفسير سورة المائدة من قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا الآية الصفحة السادسة والأربعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور صحيم يقول تعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل أن شرغنا له وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحلقت لها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان ومدار فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال يا أبا هريرة أي سرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم قلت لا قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور قال فانصرفت ولم أقاتل وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو كما قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منها وهكذا قال مجاهد ومن أحياها أي كف عن قتلها وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكأنما قتل الناس جميعا يقول من قتل نفسا واحدا حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسلم فكأنما استحل بماء الناس جميعا ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم بماء الناس جميعا هذا قول وهو الأظهر وقال أكرمة والعوفي عن ابن عباس من قتل نبيا أو إمام عدي فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عضد نبي أو إمام عدي فكأنما أحيا الناس جميعا رواه بن جرير وقال مجاهد في رواية أخرى عنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا وذلك لأن من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله فكأنما قتل الناس جميعا من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب قال ابن جريج قال مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منها وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم من قتل نفسه فكأنما قتل الناس يعني فقد وجب عليه القصاص فلا فرق بين الواحد والجماعة ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جريج وقال مجاهد في رواه ومن أحياها أي أن جواها من غرق أو حرق أو هلكه وقال الحسن وقتاده في قوله إنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا هذا تعظيم لتعاطي القتل قال قتاده قال قتاده عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال قال قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا وقال الحسن البصري فكأنما قتل الناس جميعا قال وزرع ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال أجرع وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها قال بل نفس أحييها قال عليك بنفسك قال تعالى ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بن القريبة والنظير وغيرهم من بني قيمقاء من من حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وإذ أخذنا من فاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عن ما تعملون قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأردرهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية المحاربة المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيد إن قبض الدراهم والدنامير من الإفساد في الأرض وقد قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين كما قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن أكرمة والحسن البصري قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبير وليست تحرج هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب ورواه أبو داود والنسائي من طريق إكرمة عن ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميساق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رواه ابن جرير وروا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن نصعد بن سعد عن أبيه قال نزلت في الحرورية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا رواه ابن مردويه والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسنه عبدالله بن زيد الجرني البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي واعترضوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعف في آفارهم فأدركوا فجيئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا لفظ مسلم وفي لفظ لهما من عكل أو أرينة وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسكون فلا يسقون وفي لفظ لمسلم ولم يحسنهم وفي البخاري قال أبو قلاذة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نخوه وعنده فارتدوا وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنخوه وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سمنوا أعين الرعاء ورواه مسلم من حديث معاوية ابن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة المون وهو البرسان ثم ذكر نحو حديثهم وزاد عنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم ودعث معهم قائفة ليقفوا أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله وقال حماد بن سلم حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فجفت يوهى فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وأيذانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذه لفظه وقال الترمذي حسن صحيح وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام ابن أبو الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت قبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصبقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوما وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث عن الناس وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهر حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثني سعيد عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسنهم وتركهم يلتقنون الحجارة بالحرة فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن خرب الموصلي حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج حدثنا أبو سعيد يعني البقال عن أنس بن مالك قال كان رهت من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم هامش في نسخة فقيمة بطونهم انتهى فأمرهم أن يلحقوا بالإذل فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإذل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا أبو علي ابن سهل حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن عبد الملك ابن مربان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرميين وهم من بجيلة قال قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا للفرج الحرام وقال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر أو عمر شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بقصة العرميين ونزلت فيهم آية المحاربة ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن خلف حدثنا الحسن ابن حمد عن عمر ابن هاشم عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن إبراهيم عن جرير قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينه حفاة مضرورين فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم قال قال جرير فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدنا أشرفوا على بلاب قومهم فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمن أعينهم فجعلوا يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار حتى هلكوا قال وكره الله عز وجل سملى الأعين فأنزل الله هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله إلى آخر الآية هذا حديث غريب وفي إسناده الرب وهو ضعيف وفي إسناده الفائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير عبد الله البجلي وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسا من الأنصار وأما قوله فكره الله سملى الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل به انكصاص والله أعلم وقال عبد الرزاق عن إبراهيم ابن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد ورئ من وجه آخر عن أبي هريرة وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا أحمد ابن إسحاق حدثنا الحسين ابن إسحاق التستري حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمر بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال كان إلى عين غريب نبو احمد تلمت إسحاق محمد سلمت سلمت أبا حمزة ومحمد عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان أناس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام ما يريدون ثم قالوا إنا ندتوا المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصلخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أي يا خيل الله اركبي قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وصمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده قال ونهى عن المثلة وقال ولا تمثلوا بشيء قال وكان أنس يقول يقول ذلك خير أنه قال أحرقهم بالنار مع دما قتلهم قال وبعضهم يقول هم ناس من بني سلين ومنهم من أرينة وناس من بجيلة وقد اختلف الآئمة في حكم هؤلاء العرميين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفى الله عن كلم أبي ومنهم من قال ومنسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناس في الذي ادعاه عن المنسوخ من فضلك تابع بقية المادة نتدع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود قاله محمد بن سيرين وفيه نظر فإن قصته متأخرة وفي رواية جليل بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة ومنهم من قال لم يسمى للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكما المحاربين وهذا القول أيضا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن غسلم قال ذاكرت الليف بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وأترك لي حسمهم حتى ماتوا فقال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمر يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ويسعهن في الأرض فسادا وهذا نذهب مالك والأوزاعي والليف بن سع والشافعي وأحمد بن حنبل حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ماماه إن هذه المحاربة وذنه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقان فأما في الأمصار فلا لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه وقوله تعالى أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأردلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله وكما قال سعيد بن المسيد ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروا ذلك كله أبو جعفر ابن جرير وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله ومستند هذا القول النظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا كعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما وكقوله في كفارة اليمين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكقوله في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الآية وقال الجنهور هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي أنبأنا إبراهيم ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأردلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم عن حجاج عن عطية عن ابن عباس نحوه وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح أو نحوه أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيل وتجديدا لغيره من المفسدين وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وبالله الثقة وعليه التكلان ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه بمجرير في تفسيره إن صح سنده فقال حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء في من حارب فقال من سرق مانا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه وأما قوله تعالى وينفوا من الأرض قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام راه بن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليف بن سعد ومالك بن أنس وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أن يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبير من عمله كله وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام وكذا يقال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن محيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وعردلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة ابن الصامد رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأدره على الله تعالى ومن أصار من ذلك شيئا فأوقب به فهو فأوقب فهو كفارة له ومن سفره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعذر من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فسفره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماذا وقال الترمذي حسن غريب وقد سئل الحافظ الدار قطني عن هذا الحديث فقال رؤية مرفوعة وموقوفة قال ورفعه صحيح وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شب وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي إذا لم يتوبوا من فعلهم هذا حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها في الدنيا عذاب عظيم يعني عذاب جهنم وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم فاعلموا أن الله غفور الرحيم أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وهل يسقط قطع اليد أم لا فيه قولان للعلماء وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن مجالب عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكان لها رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ إلا الذين تعبوا من قبل أن تقدروا عليهم قال فكتب له أمانا قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر وكذا رعاه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به وزاد فقال حارثة بن بدر ألا بلغ همدانا إما لقيتها لأي 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 لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إنها مدانة اتقل إله ويقضي بالكتاب خطيبها ويقضي وراء ابن جبير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعف كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة فقال يا أبا موسى هذا مقام العائد لك أنا فلان ابن فلان المرادي وإني كنت حاربت الله رسوله وسعيت في الأرض فسادا وإني تبت من قبل أن تقدروا علي فقال أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان وإنه كان حارب الله رسوله وسعى في الأرض فسادا وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير فإن يك صادقا فسبيل من صدق وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه فأقام الرب ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله ثم قال ابن جبير حدثنا علي حدثنا الوليد ابن مسلم قال قال الليف وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن علي للأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فانتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي فقال أبو هريرة صدق وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قبل فترك من ذلك كله قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينه إلى سفينه من سفنهم فاقتحن على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما هو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم ما ذاب مقيم يقول تعالى آمرا عباده للمؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه وقرأ ابن زيد أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في الصحيح وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن القمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلو جئ الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليش عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسنوا لي الوسيلة قيل يا رسول الله وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن ليف ابن أبي سليم عن كعب قال حدثني أبو هريرة به ثم قال غريب وكعب ليس بمعروف لا نعرف أحدا روا عنه غير ليف ابن أبي سليم حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر ابن مردويه حدثنا عبد الباقي ابن قانع حدثنا محمد ابن نصر الترمذي حدثنا عبد الحميد ابن صالح حدثنا ابن شهاب عن ليف عن المعلة عن محمد ابن كعب عن أبي هريرة رفعه قال صلوا علي صلاتكم وسلوا وسلوا الله لي الوسيلة فسألوه وأخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم أبطبرني أخبرنا أحمد ابن علي الأبار حدثنا الوليد أخبرنا أحمد ابن علي الأبار حدثنا الوليد ابن عبد الملك الحراني حدثنا موسى ابن أعين عن حدثنا موسى ابن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد ابن عمر ابن عطاء ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ثم قال الطبراني لم يرويه عن ابن أبي ذئب إلا موسى ابن أعين كذا قال وقد رواه ابن مردويه حدثنا محمد ابن علي ابن دحيم حدثنا أحمد ابن حازم حدثنا عبيد الله ابن موسى حدثنا موسى ابن عبيدة عن محمد ابن عمر ابن عطاء فذكر بإسناده نحوه حديث آخر رواه ابن عمارة ابن غزية عن موسى ابن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسأل الله أن يؤتيه الوسيلة على خلقه حديث آخر راب مردويه أيضا من طريقين عن عبد الحميد ابن بحر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسألوا لي الوسيلة قالوا يا رسول الله من يسكن معك قال علي وفاطمة والحسن والحسين هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن الدشكتكي حدثنا أبو زهير حدثنا سعيد بن طريف عن علي بن الحسين الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحدا هما بيضاء والأخرى صفراء أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة كل بيت منها ثلاثة أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من أرق واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته وهذا أثر غريب أيضا وقوله وجاهدوا في سبيله لعن لكم تفلحون لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم ورغمهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال إن الذين كفوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بمن الأرض ذهبا وبنثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتلقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا من دوحة عنه ولا محيص له ولا مناص ولماذا قال ولهم عذاب أليم أي موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غن أعيدوا فيها الآية فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقام الحديد فردوهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها وقد قال حماد بن سلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مطجعك فيقول شر مطجع فيقال هل تفتدي بقراض الأرض ذهبا قال فيقول نعم يا ربي فيقول الله تعالى كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلم بنحوه وكما رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك ورواه ابن مردويه من طريقه عنه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبثة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير ثم رأى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها قال اتلوا أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية ألا إنهم الذين كفروا وقد رأى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر وهذا أبسط سياقا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن أبي شيبة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك ابن فضالة حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى نلغ ولهم عذاب مقيم أنا تقرأ القرآن قلت بلى قد جمعته قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به ثم قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا عمر بن حفص السدوسي حدثنا عاصم بن علي أخبرنا العباس بن الفضل حدثنا سعيد بن المهلب حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بها كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله توب عليه إن الله رفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماء والأرض والأرض يعذب من يشاء ويغفر ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة ورأى الثوري عن جامر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال إن أولى من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا ردلا يقال له دويك مولا لبني مليح بن عمر من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة وقد رأى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نددة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أخاص أم عام فقال بل عام وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك فالله أعلم وتمسكوا بما فات في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند الإمام نارك ابن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج في ذلك بمعرواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أخرجاه في الصحيحين قال مالك رحمه الله وقطع أثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بك عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان واترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهمة فقطع عثمان يده قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنية يشتهر ولم ينكر فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيذ بلاله على القطع في الثمار خلافا للحنفية وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشر الدراهم وللشافعية في اعتبار ربع الدينار والله أعلم وذهل الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصائدا أو الحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصائدا ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد ابن عمر بن حز عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصائدا قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه قالوا وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذاك كان الدينار باثني عشر درهم فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق ويروا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وليه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافئي وأصحابه وإسحاق بن راهوي في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث بن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها ووقع في رضي عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار إثني عشر درهما وفي رضي للنسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما نفان المجن قالت ربع دينار فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشر الدراهم والله أعلم وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذابوا إلى أن النصار عشرة دراهم مضروبة غير مرشوشة واحتدوا بأن فمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فمنه عشرة دراهم وقد روى أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوبة ابن موسى عن عطاء ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ثم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله ابن عمر وقد خالف ابن عمر وقد خالف ابن عمر في ثمن المجن فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابن نخعي وأبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهمة وينقى لهذا عن سعيد بن جبي رحمه الله وقد أجال الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة أحدها أنه منسوق بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحذر السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه الثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير فلعن السارقة الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم رغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعله النصار السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فنقض المالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار ولما قال ذلك واشتهر عنه فطلبه الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لألا يجنى عليها وفي ذلك السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لألا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ولهذا قال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم أي مجازاتا على صنيعها السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك والله عزيز أي في انتقامه حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجنهور وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها وقدر الحافظ أبو الحسن الدار قطني من حبيث هامش هنا بياض بالأصل انتهى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ثم أتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال ثاب الله عليك وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمه الله وعب نماتة من حبيث بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن فعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمر بن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخل جسدي النار وقال ابن جرير حدثنا يا أبو كريب حدثنا يا موسى بن داود حدثنا بن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحذلي عن عبد الله بن عمر قال سرقت امرأة حلية فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى فقالت المرأة هل من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك قال فأنزر الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقد رواه الإمام أحمد لأبسط من هذا فقال حدثنا حسن حدثنا بن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله في سورة المائلة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاع على ألسنة داراتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وفي لفظ له وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلية في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكري سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلمة ومن بعد مواضعه يحذفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراغ خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سمعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سمعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون نجلسك يا محمد وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يحذفون الكلمة بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا يتسمعوا منه والصحيح أنها نزلت في اليهوديين لذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من من أحصن منهم فحرفوه واستلحوا فيما بينهم على الجلد مئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار وقلوبين فلما وقعت تلك الكائمة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إليه فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه وجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك وقد وردت الأحاديث بذلك فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شأن الرجم فقالوا مفضحهم وإذ لدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراه فأتوا بالتوراه فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة أخرجاه وهذا نفض البخاري وفي نفض الله فقال لليهود ما تصنعون بهما فقالوا نسخم وجوهما ونخزيهما قال فأتوا بالتوراه فتلوها إن كنتم صادقين من فضلك تابع بقية المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير فجاءوا فقالوا لرجل منهم من من يرضون أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم تلوح قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكن نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على منزلها قالوا نسود وجوهما ونحممهما ونحملهما ونحملهما ونخالف بين وجوهما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسل إن رجلا منا زنى بمرأة فاحكم قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال اتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ايتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجل نحو حديث مالك عن نافا وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيد عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتية دون الرجل قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتية نبي من أنبيائك قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنياء فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زن إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أي يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألض به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة فقال اللهم إذ نشتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى في القرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجم في أثر من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيئ بصاحبك فترجمه فاسترحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهم فرجنا قال زهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم راه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن جرير وقال الإمام أحمد حدثنا أبو زعاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزان في كتابكم فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزان في كتابكم فقال لا الله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزان في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميل والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال فأمر به فرجل قال فأنزل الله عز جل يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسابعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي يقولون إيتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال في الكفار كلها انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن الأعمش به وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمدامي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أنسلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فأخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سورية وآخر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما فقال قد دعانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكم التوراة فيها حكم الله قال بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وغلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشد بمثله قط ثم قال نبد ترداب النظر زنيا والاعتماق زنيا والتقبيل زنيا فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحنة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فأمر به فرجل فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقستق إن الله يحب المقاسقين ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجارد به نحوه ولفظ أبو داود عن جابر قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال إلتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابناء صورية فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قال نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلا ولم يذكر فيه فدعا بالشهود فشهدوا فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك فسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما توطأوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع علمهم ومع عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدوا لهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي قبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكلب أي الباطل أي الحرام الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له ثم قال لنبيه فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل وإن كانوا ظلم خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في فرقهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن أمران فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروا ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيه قولان سيأتي بيانهما سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن العباس حدثنا عبد الرحمن ابن الزناد عن أبيه عن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون قال قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مئة وسق فكانوا على ذلك حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق فقالت الذليلة وهل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيد بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم داف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما مننا وقهرا لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكف إلى قوله الفاسقون ففيه هالله أنزل وإياهم عن الله عز وجل ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا هناد ابن السري وأبو كريب قال حدثنا يوس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقصطين إنما أنزلت في الدية في بني النظير وبني قريضة وذلك أن قتلى بني النظير كان لهم شرف تؤدى الدية كاملة وأن قريضة كانوا يؤدى لهم نصف الدية فتحاكم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء والله أعلم أي ذلك كان ورواه أحمد وأبو داود والنسائه من حديث بن إسحاق بنحوه ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال كانت قريضة والنظير وكانت النظير أشرف من قريضة فكان إذا قتل القريضي رجلا من النظير قتل به وإذا قتل النظيري رجلا من قريضة ودى بمئة وسق من تمر فلما ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوه إليه فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ورواه أبو داود والنسائي وابن حدان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حدان وابن زيد وغير واحد وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك وقد يكون جتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وإكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها رواه ابن جرير وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة ابن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحط قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عنده أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق رواه بن جبير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين وقال ابن جبير حدثنا ابن المثنة حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذا في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هذا في النصارى وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر قال ابن طاوس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جريج عن أطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جبير وقال وكيح عن سعيد المكين عن طاوس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرري حدثنا سفيان بن غيينة عن هشام بن حجي عن طاوس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقردعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرضي ولا يقيدون القرضي من النظري بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزان المصن وعدلوا إلى مصطلحوا عليه من الجلب والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لن ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا هامش كذا في الأصول والوجه أن يقال وتعدى بعضهم على بعض انتهى وقال الأمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس عن يونس بن يزيد عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترميذي والحاكم في مستدركه من حبيث عبد الله بن المبارك وقال الترميذي حسن غريب وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرر ولم ننسخ كما هو المشهور عن الجنهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرعيني عن نصر الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم الحجية ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرعيني أقوالا عن الشافعي وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا فالله أعلم وقد حكى الإمام أبو نصر ابن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعمور هذه الآية الكريمة وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمر بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم وهذا قول جمهور العلماء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل وإليه ذهب أحمد وفي رواية عنه وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعميم هذه الآية من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبثة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير على أنه يقتل المسلم بالكافر الذني وعلى قتل الحب بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة إنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح وحكى الشافئي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك ولكن لا يلزم من ذلك بطلون قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمّة أنس كسرت ثنية جارة فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فقال أخوها أنس بن النظر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخرجاه في الصخيحين وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النظر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا الأرش والعفر فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النظر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري عن الأنصاري لنحوه وروا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نظرة عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا وكذاه النسائي عن إسحاق بن راهوي عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به وهذا إسناد قوي رجاله كلهم فقات وهو حديث مشكل اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه وقوله تعالى والجروح قصاص قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس وتفقع العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس رواه ابن جريد وابن أبي حاتم قاعدة مهمة الصفحة الثالثة والستون الجراح تارثا تكون في نفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكث والقدم ونحو ذلك وأما إذا لم تكن الجراح في نفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النقعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النظر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلظم كسرت ثمية جارية وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذا بالإجماع وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر ابن عياش عن دهشم ابن قران عن ممرانة ابن جارية عن أبيه جارية ابن ظف الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص وقال الشيخ أبو أمر ابن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإزناد ودهشم ابن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به عن ممران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية بن ظف مذكور في الصحابة ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنية عليه فإن اقتص منه قبل الاندمان ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمر بن شعيد عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقبني فأقاده فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به أحمد مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم وقال أبو حنيفة تاجب الدية في مال المقتص وقال عامر والشعبي وأطاء وطاوس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن سليمان والزهري والثوري تاجب الدية على عاقلة المقتص له وقال ابن مسعود وإباهيم النخعي والحكم ابن عتيبة وعثمان البستي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله وقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به يقول فمن عفى عنده وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروا عن خيفمة ابن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الثاني ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن زاذان حدثنا حرمي يعني ابن عمارة حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال قال للمجروح وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك وروا ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق ابن شهاد يحدث عن الهيف من ابن العريان النخعي قال رأيت عبد الله ابن عامر عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه لقدر ما تصدق به وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس ابن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبة وقال ابن مردويه حدثني محمد ابن علي حدثنا عبد الرحيم ابن محمد المجاشعي حدثنا محمد ابن أحمد ابن الحجاج المهري حدثنا يحيى ابن سليمان الجعفي حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان ابن تغلب عن العريان ابن الهيسم ابن الأسود عن عبد الله ابن عمر عن أبان ابن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال والذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك ثم قال ابن جريل حدثنا زكريا ابن يحيا ابن أبي زائدة حدثنا ابن فضيل عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال أبو الدرداء عند معاوية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فقال سمعته ذناي ووعاه قلبي فخلى سبيل القرشي فقال معاوية مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المضاك وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما عن يونس ابن أبي إسحاق به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وقال ابن مردئيه حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن عبي بن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي بيتا فأبى إلا أن يقتص فأعطي بيتين فأبى فأعطي ثلاثا فأبى فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت وقال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيل عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ردل يجرح من جسده جراحة فأتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد ورواه بن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامل عن المحضر ابن أبي إبغيرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وشسق دون فسق وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين هديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مؤمنا بها حاكما بما فيها وآتيناه لإنجيل فيه هدى ونور أي هدى إلى الحق ونور يستضاع به في إزالة الشبهات وحل المشكلات ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل إما بيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة وقوله تعالى وهدى وموعظة للمتقين أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصب على أن اللام لام كي أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى قوله المفلحون ولهذا قال هاهنا ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شدعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن دعو ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يشيبهم بذعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم ليق يوق يوق لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة لاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب للحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخذون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من نجيء محمد عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولا بد وقوله تعالى ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميني عن ابن عباس أي مؤتمنا عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله ورؤيا عن إكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتاد وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله وما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل وعن الوالدي عن ابن عباس ومهيمن أي شهيد وكذا قال مجاهد وقتاد والسدي وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمن أي حاكما على ما قبله من الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافضون فأما ما حكاه بن أبي حات عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاه الخراساني وابن أبي مجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن فإنه صحيح في المعنى ولكن في تفسير هذا بهذا نظرا وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظرا وبالجملة فالصحيح الأول وقال أبو جعفر ابن جبير بعد حكايته له عن مجاهد وهذا التأوير بعيد من المفهوم في كلام العرب بل هو خطأ وذلك أن المهيم عطف على المصدق فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له قال ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال وأنزلنا إليك الكتار بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه يعني من غير عطف وقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك آكذا وجهه ابن جرير بمعناه من فضلك تابع بقية المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير قال وأن وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شدعة ومنهاج قال ابن أبي حاتم عدثنا أبو سعيد الأشج عدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن التميني عن ابن عباس لكل جعلنا منكم شدعة قال سبيلا وحدثنا أبو سعيد هدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميني عن ابن عباس ومنهاج قال وسنة وكذا روى العوفي عن ابن عباس شدعة ومنهاج سبيلا وسنة وكذا روى عن مجاهب وعكرمة والحسن البصري وقتالة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شدعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة وعن ابن عباس أيضا ومجاهب وعطاء الخراساني عكسه شدعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا والأول أنسب فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال شرع في كذا أي بتدأ فيه وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق فتفسير قوله شدعة ومنهاج بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ودتنبوا الطاغوت الآية وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة والسنة مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة يحل الله فيها ما يشاء ويحذم ما يشاء ليعلن من يتيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت بني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام فقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا أي هو لكم كلكم تقتدون به وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا هذا مضمون ما حكاه بن جرير عن مجاهد رحمه الله والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي اتعث إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عبادة فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله وقال عبدالله بن كثير فيما آتاكم يعني من الكتاب ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال فاستبقوا الخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصوركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة وقال الضحاك فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور فلا تغتر بهم فإنهم كذب كفر خون فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيب هم ببعض بنيوبهم أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم وإن كثير من الناس لفاسخون أي إن أكثر الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه كما قال تعالى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وقال تعالى وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُجِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الآية وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سورية وشاس بن خيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم وإن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفون وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن دعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يقنون رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعة يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعالم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن غيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاوس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ أفحكم الجاهلية يبغون الآية وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه وروا البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِبُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَعَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ففر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناديا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا كسير بن شهاد حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن ساذق حدثنا عمر بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أدين واحد وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام فقال إنه لا يستطيع فقال عمر أجنب قال لا بل نصراني قال فانتهرني وضرب فخدي ثم قال أخرجوه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى وأولياء الآية ثم قال حدثنا محمد بن الحسن ابن محمد بن الصلاح حدثنا عثمان بن عمر أنباءنا بن عوب عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فضمناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذباح نصارى العرب فقال كل قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ورؤي عن أبي الزناد نحو ذلك وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهن رب أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تسيبنا دائرة أن يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى فعثى الله أن يأتي بالفتح قال سديه يعني فتح مكة وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده قال سديه يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالات نادنين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون فبال كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقد اختلف القراء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول الذين ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتقديره أن يأتي وأن يقول وقرأ أهل المدينة وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير قال ابن دريد عن مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فقديره حينئذ هامش كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقط وعبارة روح المعاني وقرأ ابن كثير ونافى وابن عامر يقول بغير واو على أنه استئناف بياني كأنه قيل فماذا يقول المؤمنون حينئذ انتهى قال ابن دريد عن مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات فذكر السدي أنها نزلت في رجلي قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان أن نصرعني بالشام فآوي إليه وأن تصر معه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصر نصر أولياء الآيات وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قبيضة فسألوه ماذا هو صانع بنا فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح رواه بن جرير وقيل نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول كما قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إجريس قال سمعت أبي عن عطية ابن سعد قال جاء عبادة ابن الصامد من بني الحارف ابن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ يا الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله فقال عبد الله ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدد الله ابن أبي يا أبا الحباب ما بخلت دوني من ولاية يهود على عبادة ابن الصامد فهو لك دونه قال قد قبلت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء الآيتين ثم قال ابن جبير حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهري قال لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك ابن الصيف أغركم أم أصابتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا فقال عبادة ابن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية اليهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله فقال عبد الله بن عبي لكني لا أبرأ من ولاية يهود إني رجل لا بد لي منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه فقال إذن أقبل قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى والله يعصمك من الناس من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال محمد بن إسفاق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوقين قاع فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن عبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالية وكانوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي قال فأعرض عنه قال فأدخل يده في جوج جرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود فاحفظني في غداة واحدة أمرء أخشى الدوائر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك قال محمد بن إسحاق أحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامد قال لما حاربت بن قينقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبف بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرد له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد الله بن عبي نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا رحي بن زكريا ابن أبي زائدة عن محمد ابن إشحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد أضغضهم سعد بن زراوة فمات وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إشحاق يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعه وأقرم سبيله كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي لخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيز أي بمنتمع ولا صعب فقال تعالى ها هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن يرجع عن الحق إلى الباطل قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش وقال الحسن البشري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال الحسن هو لله أبو بكر وأصحابه رواه ابن أبي حاتم وقال أبو بكر ابن أبي شوبة سمعت أبا بكر ابن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هم أهل القادسية وقال ليت ابن أبي سلين عن مجاهد هم قوم من سبع وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عبد الله بن الأحلح عن محمد بن عم عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال ناس من أهل اليمن ثم من تندة ثم من السكون وحدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية يعني بن خفص عن أبي زياد الحلفة هو عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من نجايد وهذا حديث غريب جدا وقال وقال ابن أبي حاتل حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد السمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت رياضة يحبث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا ورواه بن جرير من حديث شعبة بنحوه وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفأة المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متوابعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لون تلائم أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يخدهم عنه صاد ولا يحيك فيهم لؤملاء ولا يعذل عاذل قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المندر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني قليل صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والجنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاط في الله لوم تلائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ووافقني سبعة وأشهد الله علي سبعة أني لا أخاط في الله لوم تلائم قال أبو ذر دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى ذيعة ولك الجنة قلت نعم وبسط يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسترط عليه أن لا تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا صوتك وإن فقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رز أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم تفرد به أحمد وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ستيان عن زبيت عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مقافة الناس فيقول إيا لأحق أن تخاف ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش عن عمر بن مرة به وروا أحمد وابن مادة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طواله عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول له أي عبدي أرأيت منكرا فلم تنكره فإذا لقنا الله عبدا حجته قال أي ربي وثقت بك وخفت الناس وثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أئمة الفتوى وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بأبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب وحدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا الفضل بن دكيم أبو نعيم الأحول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة ابن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال ابن جليل حدثني الحارس حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت مجاهدا يقول في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب عبد الوهاب ابن مجاهد لا يحتج به وروا ابن مردويه من طريق سكيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت إنما وليكم الله ورسوله الآية الضحاك لم يلقى ابن عباس ورأى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن أبي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس صلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا مسكين يسأل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاك أحد شيئا قال نعم قال من قال ذلك الرجل القائم قال على أي حال أعطاكه قال وهو راكع قال وذلك علي بن أبي طالب قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وهذا إسناد لا يفرح به ثم رواه بن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أساني بها وجهالة رجالها ثم روي بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله إنما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا عبده عن عبد الملك عن أبي جعفر قال سألته عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قلنا من الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال علي من الذين آمنوا وقال أثباط عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه وقال علي بن أبي طالحة الوالده عن ابن عباس من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا رواه ابن جرير وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حيف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح يم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والغالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِنُونَ هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المجتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوى يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد كما قال القائل وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من مقبلكم والكفار من هاهنا لبيان الجنس كقوله فَدِتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وقرأ بعضهم والكفار بالخفض عطفا وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تقديره ولا الكفار أولياء أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء والمراد بالكفار هاهنا المشركون وكذا وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وقوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال بمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل فإذا ثوب للصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام متفق عليه وقال الزهري قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون رواه ابن أبي حات وقال أسباط عن السدي في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكذاب فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شراره فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله رواه ابن جرير وابن أبي حات وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان ابن حرب وعثاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عثاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه فقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصة فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال قلت لأبي محذورة يا عمي إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أرى محذورة قال له نعم خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حني مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حني فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون وصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال قم فأذن فقمت ولا شيء أكره إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من فضلك تابع بقية المادة نتابع القراءة في تفسير سورة النائدة لابن كثير ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم بين يسدييه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عكاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة واسمه سمرة ابن معير هامش هذا قول مرجوح والمعتمد أن اسمه أوس ومعير بالمهملة بوزن منبر وقيل بتشكيد الياء معيج انتهى واسمه سمرة ابن معير ابن لوذان أحد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة وهو مؤذن أهل مكة وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشذ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه من لعنه الله وغضيب عليه وجعل منهم القردة والخناذير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وعن قولهم الإثم وأكلهم السحط لبئس ما كانوا يصنعون يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هذوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا مطعا أو عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من شضله وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وقوله وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم ثم قال قل هل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشد جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة لقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف وقد قال سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثب عن المغيرة ابن عبد الله عن المعرور ابن ثويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلق قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة ابن عبد الله اليشكري به وقال أبو داود الطيالسي حدثنا داود ابن أبي الفرات عن محمد ابن زيد عن أبي الأعين المعبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما قط فانسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما عضب الله على اليهود فانسخهم جعلهم مثلهم ورواه أحمد من حديث داود ابن أبي الفرات به وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن إسحاق ابن صالح حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود ابن أبي هن عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير هذا حديث غريب جدا وقوله تعالى وعبد الطاغوت قرأ وعبد الطاغوت على أنه فأل مرض والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرأ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده وقرأ وعبد الطاغوت على أنه جمع لجمعه عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثمر حكاها ابن جرير عن الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن أبي وابن مسعود وعبدوا وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول لما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بؤد في ذلك لأن هذا من باب الطاغوت بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه وكل هذه القراءات يرضع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطائمين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال أولئك شر المكان أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استأمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر ولهذا قال وقد دخلوا أي عندك يا محمد بالكفر أي مستصحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامل فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا ندعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم وقوله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتنون أي عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة وهو أعلم بهم منهم وسيدزيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل لبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك فالربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم والأحبار هم العلماء فقط لبئس ما كانوا يصنعون يعني من تركهم ذلك قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا قال وذلك الأمر كان قال ويعلمون ويصنعون واحد رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإف وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إنا لا ننهى رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم وذكره يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم عن أدل والضاح حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلما تمالوا في المعاصي أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أدل وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جريف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب تفرد به أحمد من هذا الوجه ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جريف عن جريف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غدل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بإقاب قبل أن يموتوا وقد رواه وقد رواه ابن مادة عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جريف عن أبيه به قال الحافظ المزي إن كثيرا منهم ما أنزل ما أنزل لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الثورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتاصيدة وكثير منهم ساء ما يعملون يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة لأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا لأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقيرا وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة قال ابن أبي حاتي حدثنا أبو عبد الله الضهراني حدثنا حفظ بن عمر العدني حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس مغلولة أي بخيلة وقال علي ابن أبي صلحة عن ابن عباس قوله وقال في اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله مهتقة ولكن يقولون بخيل يعني أنسك ما عنده بخلا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وكذا رمي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدين والضحاك فقرأ ولا تدعا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر عن البخل بقوله ولا تدعا يدك مغلولة إلى عنقك وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائم الله وقد قال عكرمة إنها نزلت فيه حاص اليهودي عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاف بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوقتان ينفق كيف يشاء وقد رب الله عز وجل عليهم ما قالوه وقاب لهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحفظون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية وقال تعالى ضربت عليهم الذجنة الآية ثم قال تعالى بل يداهما بسوقتان ينفق كيف يشاء أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار والآيات في هذا كثيرة وقد قال الإمام أحمد بن خمبل حدثنا عبد الرفزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ومين الله ملأ لا يغيضها نفقة تحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يذب ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض وقال يقول الله تعالى أنفق أنفق عليه أخرجاه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيه عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك فغيانا وكفرا أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكليبا كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك أنادون من مكان بعيد وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين شرقهم بعضهم في بعض جائما لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والبدال في الدين رواه ابن أبي حافم وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيرهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأبقلناهم جنات النعيم أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباد وغيره هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما ذعف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإن كتبه ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة وقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباد لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وختابة والسدين كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا وابتقوا لفتخنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا الآية وقال بعضهم معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء وقال ابن جبير قال بعضهم معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل هو في الخير من فرقه إلى قدمه ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال الثلاث من فضلك تابع بقية المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر